في العراق على الأقل لدينا معلومات أن إيران أعادت رسم استراتيجيتها من بعد مقتل سليماني يعني التدخل في المسائل العراقية في الانتخابات في غيرها من القرارات هم يقولون أننا لا نتدخل في الأمور والتفصيلات البسيطة نتدخل في القضايا الكبيرة والاستراتيجية يدركون تماما أن نفوذهم خصوصا في المناطق الشيعية بدأ بالانحسار كبير قد يملكون جزء من السلطة ولكنهم بدأوا بالانحسار في مسألة النفوذ إيران ستستثمر في الضعف الأمريكي أنا أتكلم عن معلومات إيران أرادت عرقلة الاتفاق النووي الحالي بشكل الحالي أمريكا كانت تريد الاتفاق النووي إدارة بايدن والإدارة الديمقراطية كانت مصرة على عقد الاتفاق النووي كما تعلم الاتفاق النووي الذي حصل في 2015 كان بإرادة الديمقراطيين نحن نتحدث عن ترامب الذي ألغى الاتفاق النووي والذي اعتبره اتفاق عار واتفاق مذلو لكن الديمقراطيين بشكل عام يريدون إتمام الصفقة مع إيران يريدون بشكل وبآخر أن يحسب لهم هذا الإنجاز هناك اشتراطات إيرانية رفع العقوبات كافة وعدم إلغاء الاتفاق من قبل أي رئيس أمريكي يأتي آخر خصوصا هناك إشارات أن الترامبية أو ترامب نفسه قد يعود في الانتخابات الأمريكية دكتور صلاح إذا أسمحت لي لذلك أنا أعتقد أن أمريكا تواجد نعم إذا أسمحت لي يعني كما أنت كنت تقول وأنا قد سبقتك بالقول أيضا أن الإيرانيين كسياسيين ليسوا أغبياء لديهم قراءات منطقية واقعية هذه لدينا معهم تجربة الآن بموجب ما أنت كنت تقوله وقبلك اعترف به الأمريكان أن أمريكا الآن ضعيفة روسيا منشغلة في حربها التي يقول عنها السيد الأبيض أنها ستطول هل تعتقد أن هذه فرصة إيرانية على طبق من ذاب لتتمدد بالمنطقة وابتدأ السيناريو الآن من الغراق لا هي متمددة هي فرصة للاستثمار في الضعف الأمريكي 100% هي فرصة بالاستثمار في الضعف الأمريكي إيران حتى العقوبات نعم هناك ضغوط كبير ولكن إيران تأقلمت مع العقوبات النفط الإيراني هناك نتحدث عن ملايين البراميل تخرج بشكل وبآخر من داخل إيران إيران تأقلمت مع الضغوطات الأمريكية عليها وبالنتيجة إيران تتمدد يوم بعد آخر هذا اللي أشرت لأنه بكلام المرشد الأعلى أن النفوذ الإيراني لا يمكن التفاوض عليه وأنهم مستمرون في نفوذهم في المنطقة ولا يتنازلوا عن نفوذهم في المنطقة أنا أتحدث عن منطقة الخليج العربي ضرورة عن العواصم العربية هل هو السيناريو القادم؟ لبنان ويعني بيروت وبغداد وصنعاء وكذلك دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر